موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم في الاستوديو الكاتب الصحفي التركي الأستاذ بركات قار أهلا وسهلا بك أستاذ بركات في استوديو الميادين بالطبع هي التفجيرات دائما في تركيا التفجيرات الإرهابية التي تتعرض لها تركيا ليست جديدة وليست هي الأولى ولكن هناك تزامن بات قليل بين التفجير والتفجير في ديار بكر في أنقرة سابقا في اسطنبول لماذا؟ تفجير إذا بدنا نبدأ في تفجير أنقرة بالحقيقة هذا أتى ما كان متوقع أن يكون بهذا الحجم وبهذا التوقيت بالذات هذا التفجير أسار أسئلة كثيرة لماذا هذا التفجير بهذه الوقت؟ وبقلب أنقرة كيف ممكن استطاعوا رغم التفجير التي حصل في أنقرة نفسه كان ضحيته 103 أشخاص كمان بقلب أنقرة هل هو هذا نتيجة ضعف الأمن؟ أم هناك في يد أخرى من داخل البلد هو يساعد لذلك لتغيير السياسات والجدول الأعمال للسلطة أو ضدها لصالحها؟ يعني هناك أسئلة عديدة جدا عندما نطلع مثلا على هذا التفجير نرى بأن التصريحات متواتلية وراء بعضها البعض وموجهة كانت تماما لأطراف معينة يعني بنفس التفجير بعد نصف ساعة استطاع مثلا رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين ناطقين باسم الحكومة بأن هذا التفجير أتى من أطراف هي موالي لسوريا وهي من حزب البيادي الكردي الإرهابي وقوات مسلحة بعائله بالتعاون مع الحزب العمال الكردستاني طبعا هنا نسأل أنفسنا متى وكيف وصلت لهذه المعلومات حتى اللي قام بالتفجير الانتحاري وهو لم لم أعضاء جسمه من أطراف يعني أطرافهم من مسافات بعيدة استطاعوا حللوا وقيموا ووصلوا لإسمه وبأنه انتماءا لحزب البيادي طيب وهذا يحمل هوية معطاها من قبل تركيا بالذات كلاجئ كلاجئ طيب هذا كلاجئ لماذا أنتم لم تعرفوا توجهاته السياسية وانتماءاته كيف حصل يعني من يكشف بهذه السرعة لابد أن يكون قادر على اكتشاف قبل الحدوث تقصد نعم تزامن التفجير بتفجيرات السياسية الأخرى اللي هي بالقصف المستمر لحزب البيادي في عزاز في أراضي السورية وتانيا الرفض الأمريكان بالاعتراف بأنه هذا حزب إرهابي لا هو حزب يناضل ضد دعش بأنه غير إرهابي عكس ما يتقوله السلطات هناك في تناقضات كبيرة من روسيا من أمم المتحدة لإيقاف هذه القصف هذه القرارات التي خرجت كلها عندما نجمع هذه العنوين نوصل لنتيجة بأن هذه العملية عملية مدبرة عملية مدبرة قبل أن نتحدث عن كفية تدبير هذه العملية حضرتك تحدثت وقلت في البداية بأنه هناك رغبة وكأنه في تغيير برنامج عمل الحكومة ربما الدستور الذي تحدثت الصحف كثيرا عنه يريد تغيير كيف يمكن أن يؤدي هذا التفجير إلى هذه المتغيرات أو التغيرات الداخلية والمعروف منذ الانتخابات المبكرة وبعدما طلعت النتائج هذه كان الهدف منها لهذه الانتخابات حتى إجراء الانتخابات المبكرة هي توظيف وتقوية سياسة طيب أردوغان وحزبه لأن يستطيع يغير الدستور لوحده ومن تغيير هذا الدستور طبعا ليس بالتغيير الديمقراطي كما يدعون بقدر ما هو ليؤهلوا أن يكون رئيسا لما يقوم به فعلا أصلا هذا الآن يقوم به هو بالنظام الرئاسي لكن ليس هناك قانون يحمي ويقوي أو يخليه على الأقل يعمل بكل ما يعمله أن يكون شرعيا رسميا في خلافات هناك تجاوزات كبيرة بدوا الصلاحيات الكاملة وقاموا بالتشكيل طبعا من الأحزاب الموجودة الأربعة في البرلمان لجان لجنة لسياغة الدستور الجديدة مثلا الأحزاب طبعا مختلفة على مسألة النظام الرئاسي هذا لا يمكن أن يكون هذا النظام الرئاسي بهذا الوقت ولا يخدم تركيا إطلاقا ولا يخدم لا الديمقراطي ولا السلام في تركيا هذا تقريبا نقطة متفق عليها من عدل الحزب العدلي والتنمية طبعا هناك في خلافات أخرى بين الأحزاب الثلاث بسألة بين حزب الشعوب الديمقراطي يقول بهذا المناخ لا يمكن تغيير واستبدال الدستور الفاشي الديكتاتوري التي أسيغها من قبل النظام العسكري في 1980 لا يمكن أن نستطيع استبداله بدستور ديمقراطي طالما هناك الحزب العدالي والتنمية كل تصب كل جهدها لتغيير هذا الدستور لكن من أجل هدف واحد فقط وهو تغيير النظام الرئاسي تثبيت النظام الرئاسي لصالح طيب أردوغان هذه النقطة بالحقيقة الحزب الحركي القومية وحزب الشعب الجمهوري والحزب شعوب الديمقراطي متفقين على هذا النقطة لكن هم مختلفين طبعا لأمور أخرى كثيرة وبالاجتماع الثالث ألغيت اللجنة لأن نتوصله لنتيجة لا يمكن أن يستمروا في هذا الاتجاه هذا كان الآن طبعا هو قبل إلغاء هذه اللجنة كانت الملفت طيب أردوغان نلتقى مع رئيس المجلس الذي هو يقود هذه العملية بالذات وهنا تبين بأنه قال له لهنا وبس لهنا وبس خلاص لا يمكن من هون الخروج يجب ننتقل للمرحلة الثانية في هذا الجهد المرحلة الثانية ما هي واضحة بالنسبة لنا واضحة بالنسبة للجمهور والأحزاب كلها التفجيرات تعتقد الخطات الأمنية لا يعني على مستوى في المجلس على المرحلة الثانية رسالة للجمهور كله بأنه شفتم نحن هناك دستور فاشي لاديمقراطي حاولنا أن نغيره سوية مع الأطراف وبكل نية الحسنة لكن الأحزاب الثلاثة عارضونا ولم نستطيع هذا الأمر انتهى وهم لا يريدون الاستقرار لتركيا لا يريدون الأمن لتركيا هم اللي يخربون كما عملوا في الانتخابات لذلك نحن لنا توجهات أخرى ما هي التوجهات الأخرى الآن طالما الأحزاب ما قادر لتغيير هذا الدستور هو الشعب قادر لتغيير الدستور لذلك يجب أن نذهب إلى الاستفتاء في تركيا طيب استفتاء هناك طبعا استفتاء كمان بده مقوماته بده شد عصب طبعا شد عصب وتانيا ولكن بعد تجربة الانتخابات المبكرة التي لم تكن كما يريد حزب العدالة والتنمية وتحديدا أردوغان هل هناك من شجاعة للذهاب إلى استفتاء نعم في عنده شجاعة لأنه الآن طبعا لا يستطيع أن يتخذ قرار من المجلس للاستفتاء إلا بشرط واحد يجب أن يحصل إلى 330 نائبا في صوتا في المجلس أغلبية بالأغلبية وهو الآن يحتاج إلى 13 نائب إضافة إضافة على كل حال سنتابع هذا الموضوع ولكن بعدها أن نلقي نظرة على عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم من سوريا نبدأ جولتنا على أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية حيث عنونت صحيفة الثورة لفروف يهاتف أيرو روسيا أي تدخل عسكري يحبط العملية السياسية الحكومة السورية تعيد الحياة إلى المناطق المحررة من الإرهابيين وجهودها الإنسانية نشطة الجيش يستعيد كنسبة وقلعة شلف بريف اللاذقية والعين وجبغبشة بريف حلب ويوسع سيطرته بريف حمص ويقضي على أربع وسبعين إرهابيا بدير الزور الهلال الأحمر مستمرون بإيصال المساعدات بتسهيل من الحكومة السورية إلى كافة المناطق تستعو شاحنات جديدة محملة بالمساعدات الغذائية وطبية إلى مدينة التل ونقرأ الجيش اليمني يسجل انتصارات نوعية وتحالف العدوان يقصف السكان بالقنابل العقودية أحزاب النمسوية تنتقد دعم حكومتها للنظام السعودي وإلى صحيفة الحياة السعودية حيث جاء في عنوانها الأول تفجير أنقرة معقد ويثير مخاوف من حرب استنزاف الانتحاري كردي سوري دخل الأراضي التركية لاجئا والاتهامات تطول وحادات حماية الشعب والأسد وروسيا القوات السعودية ستحارب داعش في سوريا موسكو تأمل في اتفاق هدنة اليوم وتركيا سهلت دخول ألفين معارض إلى ريف حلب الجبير يرى عودة الشرعية إلى اليمن مسألة وقت الجيش والمقاومة يعززان مواقعهما في مدرية نهم وننتقل إلى لبنان مع صحيفة الأخبار قهوجي طائرات السوبرتوكانو قادمة إسرائيل ترد على خطاب نصر الله مشكلتنا معه أنه صادق آخر معاقل اللذقية محررا كنسبة تودع الحرب ونقرأ تفجير أنقرة داود أوغلو يتهم الجميع أما في صحيفة القبس القويتية فجاء في عنوينها تركيا تقرع طبول الحرب ونقرأ الأردن لن يشارك في حرب برية كاري يبحث في عمان الجبهة الجنوبية السورية وإلى البحرين مع صحيفة الوسط تفجير ثاني في تركيا خلال 48 ساعة يخلف ستة قتلى وأردغان يحمل الكردستان وأكراد سوريا المسئولية الاستئناف تؤيد إبعاد المسقطة جنسيته البحرينية محمد خجستة وفي عنوينها أيضا الجبير مهمة أي قوات سعودية في سوريا ستكون القضاء على داعش والختام من تونس مع صحيفة الشروق صفاقص رفض للحرب على ليبيا واستعداد لتبعاتها فجر ليبيا يبدأ عملية عسكرية ضد الدواعش هل أصبحت تونس جمهورية القاضي قضاة في مواجهات إعلامية وسياسية بهذا العنوان نصل إلى الختام ولا نعود لمتابعة آخر طبعة أستاذ بركات موضوع التفجير يعني أيضا يأخذ حيزا كبيرا من عنوين الصحف تحدثنا في موضوع التفجيرات بشكل عام أنه هناك مواضيع داخلية ولكن هناك أيضا من يربط هذه التفجيرات بأمور خارجية وتحديدا ما يحدث في سوريا والخسائر التي تتكبدها تركيا في سوريا هل هذا صحيح وكيف طبعا صحيح هذا التفجير بالحقيقة أتى بعد الحزب أو الحكومة بعد قرار الحكومة بقصف ضد الأكراد داخل تركيا ومنذ شهرين ونصف تقريبا مستمر هذا القصف وكان ضحيته بالمئات والآلاف من المدنيين والعسكريين والشرطة وإلى آخره وهذا الأمر بالحقيقة خلق هناك انفعالات كبيرة في تركيا يجب لفت النظر عن كل ما يحصل الآن في كردستان تركيا إلى الخارج في أمور أخرى وهم موجود لديهم هذه المسألة مسألة داعش تحت تسبية داعش طبعا هناك كل الجهد أم السعودي لتركيا إلى المساندين على أساس الشعب السوري وهم يصفون بجبهة واحدة الآن حاولوا برزوا هذه الأمور ومسألة الحرب والتدخل في الأراضي السورية لكن يحتاجوا إلى شرعية هذه الشرعية لا توجد لديهم من جانب آخر هما كتركيا في الداخل الجرائم التي قامت فيها ضد الأكراد يجب تغطية عليها على الأقل وتخفيف هذه الزخم الموجود ضد هذه النظام وانتشاره في تركيا هذا التفجير أيضا أنا بتقديري له جانب داخلي الخارجي طبعا كما بدينا بالبداية بأن أمريكا لا تعترف بأنها بيديهية حزب إرهابي كما يريد طيب أردوغان وتقريبا لا أوروبا ولا أمريكا ولا روسيا ولا السلطات السورية بحت زاتها تقول لها أصدقاؤنا ونحن نقاتل سوية ضد داعش طيب ما هو العمل؟ كيف؟ لذلك هنا هذا التفجير له جانب داخلي وجانب خارجي جانب الخارجي لإقناع الكثير بأنه شفتوا هذا قامت فيه الحزب العمال العمال بالتعاون مع البيديه مع قوات البيديه هم اللي قاموا وهذه إثباتات لدينا هل لديكم شيئا آخر؟ هل تستطيعون تقولون لا؟ هذول مش إرهابيين؟ يعني كل الجهد ولكن سياسي بسيطة ومعرفة حتى الآن نتحدث ما يحصل في الواقع ونستغل وجود حضرتك معنا لنستوضح أكثر من موضوع التحقيقات الأولية وأيضا هناك مطلوبين تم القبض على بعض الأشخاص 14 شخصا متهمين بأنهم متعاونين مع الانتحاري بالأمس يعني أنه تبين أنه كل هؤلاء لهم علاقة بهذا التفجير وطبعا يعني على رأس أكثر من طرف هم الأكراد طبعا إدعاء هذا وهذا فيدي أقول لك هذه المرة الرابعة تكرر هذه الإدعاء أول شيء بتفجير ديار بكر أول تصريحات بأنه والله الحزب العمال الكورستاني لهو الضلع في هذه المسألة تفجير سوروش نفس الشيء بأنه داعش وحزب العمال الكورستاني سوية تفجير أنقرة أيضا أتى أول التصريحات كمان نفس الموقف التي صدر الآن ونفس التصريحات حصلت والاعتقالات تتم وطبعا يفرض الحزر على الأخبار على الصحف كله بتفجير إسطنبول كمان حصل نفس الشيء الآن لا نستغرب لهذه الأسلوب التي تستخدمه السلطة باتهام موجه لأطراف معينة ثانيا أعلان الحزر عن الأخبار طيب طالما تعلن الحزر عن كل هذه الأخبار لماذا أنت تفصل في كل الجرائد والآن كل الصحف اليومية التركية طلعت بعنوان واحد بالبيانة التي وصلها من قبل السلطات بأن الحزب البيدي بالتعاون مع البيكيكي قاموا بعملية إرهابية ولكن هناك اتهامات مروحة واسعة يعني لم يترك أحد طبعا لم يترك أحد لا أمريكا حتى أمريكا الموساد روسيا سوريا الأكراد بمختلف انتماءاتهم يعني أحزاب داخلية أحزاب خارجية هذا ما وجهه أحمد داود أغلو يعني كيف يمكن تقييم أو لماذا كل هذه المروحة من بأنه لأنه كل هذه المروحة وكل هذه الجبهة التي نقولها بأنه أصبحت ضد ما قولت وضد كل ما قالوا حول البيدي حول البيدي الحزب العمال الكردستاني لدرجة معينة طبعا أمريكا تقول له نحن معك بالعمل وبالقصف والحرب ضد حزب العمال الكردستاني لكن بالنسبة للبيدي لم نغير أوروبا كذلك الدول الأقليمية كذلك هذا الآن طبعا هنا أنا بتقديري بقت ورقة واحدة فقط بيد الحكومة وطيب أردغان التي يقودها الحكومة هي الورقة تحت اسم محاربة دعش ومحاربة البيدي سوية بآن واحد كون بأنه حزاب إرهابية والآن هذه القرار لتدخل أن يكون هذا التدخل رسمي وشرعي ومقبول من قبل الأطراف الأخرى وخاصة أمريكا يبدو رغم أمريكا ورغم وجود روسيا فيها على الأراضي السورية تصعب عليه كثيرا لأنه لا يستطيع يدعي حلف الناتو كما دعاها سابقا في حادث الطائرة هو دعوة لكن حلف الناتو لم يلبي لم يلبي والأمور الأخرى لأنه هذه الأمر لم يحصل على الأراضي التركية التدخل لحد يتدخل فيه ولن تكون طلقة واحدة أو هجم واحدة لكن هو يعمل على اعتباره بأنه كونه هذا الشخص لاجئ سوري وهناك أيضا تم الترويج بمعلومات أمنية مسربة بأن لعائلته علاقة بالمخابرات السورية وما إلى ذلك وبالتالي فلابد أن يكون الرد في سوريا هناك هذه الحجة على كل حال سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ولكن بعض الفاصل عزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود وأرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب السياسي التركي الأستاذ بركات قار أهلا وسهلا بك أستاذ بركات سنتابع طبعا النقاش عن هذا الموضوع وأكثر ولكن هيك لنتوسع ونرى ماذا جاء في بعض الصحف نذهب إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير أحلام التركي المتهاوية من حلب إلى اللاذقية وإدلب في ظل فورة التهديدات اللغضية بتدخل بري تركي سعودي سرعان ما بدت أنها لا تتمتع بتأييد لا أوروبي ولا أمريكي ظهر خياران إذا ما قرر أردغان التدخل بريا لمنع تحرير إعزاز كلاهما مر فإما التوغل العسكري التركي مباشرة نحو إعزاز من دون غطاء من سلاح الجو التركي وهو ما سيجعل قواته مكشوفة في معركة خاسرة أو ارتكاب الخطأ الذي يتشوق له الحلفاء الروس والسوريون بالتجرؤ بإرسال قوات برية تركية إلى إعزاز بحماية مقاتلات جوية تركية غالب الظن أن أنظمة S-300 و S-400 ستتولى تحييدها على عجل وربما لذلك تحدثت التقارير أمس عن إدخال مئات المسلحين السوريين والجهاديين من تركيا إلى إعزاز بينهم من جرى نقلهم من إدلب إلى الداخل التركي ومن هناك إلى المدينة السورية التي اقتربت منها وحدات حماية الشعب السورية الكردية التي اجتمع سلاحال جو الأمريكي والروسي على حمايتها فإلى ما يرمي الأتراك والسعوديون يختصر مصدر المطلع أن تصريحات الرياض وأنقرة بما في ذلك التلويح بعمل بري ثم التراجع عنه تشير إلى محاولات لتحقيق مكاسب أنية محدودة تتحيل على مسار التنسيق الروسي الأمريكي المؤيد بما يشبه الإجماع الأوروبي ولو مؤقتا أما الاندفاعة الروسية السورية الإيرانية فإنها كما تشهد ما يدين الجبهات السورية الوسعة تتولى إسقاط الأهداف التركية المرفوعة منذ خمسة أعوام تباعا الجارديان سياسات تركيا تجاه الكرد تفاقم مشاكل المنطقة أخذت سياسات تركيا غير الحكيمة هذا البلد المحوري فالاتجاه الخاطئ لسنوات اليوم أصبحت الأخطاء والتنقضات في سياستها الداخلية بمثابة مشكلة دولية رئيسية تهدد بتوسيع الصراع في المنطقة القتال بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد يزداد سوءا وهو يضاف إلى الحرب المشتعلة بين تركيا والكرد في شمال سوريا يبدو أن أردوغان حاصر نفسه فتفتيت العراق وسوريا قدم للكرد مزايا لم تكن مع الكرد الأتراك لذلك ترك عملية السلام تنهار وها هي سياسته يسيطر عليها هوسه بالتصدي للكرد لدرجة يبدو فيها أعمى عن كل الاعتبارات الأخرى إلى حين تقرر تركيا إعادة تنظيم سياستها باتجاه إيجاد تسوية مع الكرد فأنها ستستمر في إضافة المشاكل إلى المنطقة بدلا من احتوائها يعني ننطلق مما جاء في الصحف اليوم بأن الاندفاع الروسية السورية الإيرانية تتولى إسقاط أحلام أردوغان تبعا إلى أي حد أيضا هذا الأمر يتدخل في السياسة الداخلية لتركيا وأيضا بالطبع طبيعة الحال الخارجية بالحقيقة السياسة الداخلة في تركيا بين الأحزاب كانوا القوى المعارضة بشكل عام كما أحزاب ومنظمات أهلي وإلى آخر لا ينتظرون أصلا بأي شكل من أشكال أن يكون مثلا تجي قوى خارجية تضرف في تركيا أو تسقط طيب أردوغان أو ما في هذه التوقعات أو هذا الحلم مثلا كما حصل في سوريا لذلك نحن فقط هذه المغبة التي ممكن أن يقوم بها الآن جيش تركي بقرار طيب أردوغان وحكومته هذا ستشعل المنطقة والإقليم كله وبتقديرنا كل أحد الرأي العام في تركيا كل أحد يعرف بأنه هذه الأمر لم يبقى فقط في مسألة التدخل بسيط للقوات التركية وتقتل وتضرب وترجع إلى بلاتس هذا ستؤدي إلى مشاكل كبيرة وإلى حرب أقليمي ينضم إلينا أيضا من إسطنبول الكاتب الصحفي التركي الأستاذ فائق بلوت أهلا وسهلا بك أستاذ فائق ربما الخط انقطع مع الأستاذ فائق سنعاود الاتصال به لاحقا الاتصالات يبدو متعبة مع تركيا لذلك الآن كل القوة ترفع شعار الشعار السلام وإيقاف الحرب والتراجع لإيقاف ونجم هذه السياسات العدائية الآن للشعوب المنطقة كلها التي ينتهجها حزب العدل والتنمية هذه أصبحت جبهات واسعة فعلا في تركيا لمكافحة هذه النهج وإيقافه ولجمه إلا فعلا سنع تركيا ستدخل حرب داخلي وهو الأخطر ما عليه الآن أن يكون هذه الحرب بين طوائف في تركيا وبين قوميات في تركيا بين أكراد وأتراك وبين علوين وسنين وبين عرب وشراكز وإلى آخر هل هناك بوادر لهذه نتيجة ما يحصل في سوريا وهناك ضياع حلب كما يقال هل نعكس على الداخل هذا نعكس على الداخل بهذا الشكل لأنه مثلا من أحد القيادات للحزب الشعب الجمهوري دينيس بايقال عندما قام زار طيب أردوغان وقام بتصريح صحفي بأنه نحن كتركية لا يمكن نبقى متفرجين إلى مدينة حلب السنة الإسلامية أن تحاصر وتحاصر ومن قبل قوات شيعية هذا كان تصريح خطير جدا وهذا يعطي الحق طبعا بالنتجة يعطي الحق لطيب أردوغان بهذا التدخل ويدفع فيه هذا طبعا نعكس لحزبه والآن أصبح إلى جبهتين الحزب وصراع كبير الأثرية مع من معه أم معه طبعا العكس وهذا بين الطائف العلوية أعمل ضج كبير جدا نزلوا الشوارع والإيدانات البيانات وهم هذه تقريبا الطائفة كانت دائما تصوت إلى جانب هذه الحزب هو المعروف تاريخيا لذلك الآن يبدو أن هناك من يريد أن يحمل داخليا هذا الموضوع يعني يستغلوا مذهبيا ليشد العصب لذلك طيب أردغان هو يلعب دائما من أول بسياسته سياسة الاستقطاب في تركيا بين الطواف وبين القوميات هذا شيء خطير جدا يعني مسألة التدخل لم تبقى محصورة في مسألة عزاز إطلاقا وهو من جانب آخر فيه أنا بتطلع ولكن عزاز هي البوابة الأساسية بوابي لكن لكن هذا تعني بأنه عندما كان رغبته في الصلاة في جامع الأمويين تراجع 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 حتى لمنطقة عزاز بأنه لم نسمح للقوة الكردية أن تسيطر على هذا ما معنى هذه الكلام؟ هذا فيما يخص الدوغنت في المقابل هناك أيضا من يتهم يتهمكم بأنكم إلى جانب أمريكا وأمريكا يعني هي تحميكم وكما مرة معنا في الصحف أن الطائرات سلاح الجو الأمريكي والروسي رأ حماكم كيف يمكن أن يرد على هذا الكلام وكيف تفسر أن تكون أمريكا حليفة لتركيا وحليفة لكم في الوقت نفسه؟ طبعا أمريكا ممكن تكون حليفة لأكثر من طرف نعرف تركيا لكن ليست حليفة في المعنى الحلفاء والصداقة والتضامن فعلا ولا نريد هذا التضامن أصلا يعني لا نريد فعلا أمريكا أن تقف الآن إلى جانب القوى السورية الديمقراطية السقافية إلى آخر في تركيا لأنه إذا وقفت لم تقف من أجل سواد عيوننا بأن هناك لها مصلحة كبيرة على مستوى المنطقة ممكن لقيمة هذا الآن طبعا لاحظت الآن القوى الكردية في سوريا خاصة وفي العراق في شانجال بأن هذه القوى هي التي كانت تقاتل ضد داعش بشكل فعلي ودحرت داعش جدا هذا الأمر بريا خاصة وهذه القوى الكردية ليست جديدة وتعداد سكان هذا الشعب ما يقرب أربعين مليون في المنطقة ولا زال هو ممنوع ممنوع حقوقه وخاصة في تركيا ممنوع أطلاقا وكان مثلا الآن عندما استطاعوا عمل حكم شبه حكم الإداري مثلا في سوريا ويقاتلوا ضد داعش هذا طبعا لفت أنظار كل العالم بما في روسيا وأمريكا أن يتعاونوا يحاولوا أن يساعدوا هذه القوى لكن أنا بتقديري ليست هذه المساعدة إلا فيها طبعا أبعاد سياسية أخرى استراتيجية بالنسبة لهذه القوى لكن الأكراد هم لا ينشدون مثلا شعار الدولة لا يردون هناك رفع شعار الدولة هو نعم بارزاني لكن لا يتفق مع بارزاني في هذه المسألة إطلاقا إطلاقا خاصة الحزب العمال الكردستاني والبيدي الآن طبعا هناك في تقارب نجهات مزربة من بعضهم إيديولوجيا لكن تنظيمات مختلفة عن بعضها البعض وكل وحد في بلد لذلك الآن في تركيا الأكراد لا يطلبون دولة يطلبون حكم ذاتي حتى الحكم الذاتي والحكم الإداري مرفوض رفعا قاطعا هناك تخوف أن يصبح كما حصل في العراق بالأمس حلت الأزمة إلى حد ما في العراق النفط مقابل الرواتب يعني بما معناه لأنه هناك مخاوف من أن يقسم العراق هذا أيضا لنكون فقط حتى نكون صارحين ونضع الأمور في نصابيا أيضا هناك مخاوف أن يتحول الحكم الذاتي سواء في أي بلد في تركيا في سوريا في أي مكان إلى موضوع قابل للتقسيم فيتقسم هذا البلد عزيزة أول شيء يجب أن نعرف أن حكم ذاتي ليس تقسيم يعني أن تتطور الفكرة حتى لو اتطورت إذا كان هناك قومية إذا كان هناك شعب على الأرض بكامل حقوقه يعني على أقل ممنوع بهذه الحقوق من حقه أن يطالب ويوصل لهذه الحقوق لكن هناك اللي واضح بكل الوضوح بكل أدبيات الموجودة في كل نشاط وأعمالهم مجرد بأن الأكراد لحط الآن لم يعترف فيهم رسميا مثلا ضمن دستور ضمن قانون صحيح هناك في تكلم كردي في صحف كردي في الأخر لكن هذا غير موسق غير مسجل في القانون وفي الدستور ولا يعترف فيه مثلا في تركيا بعد سنتين من المفاوضات حتى فيتنا نقول لدخل لدخول في المفاوضات لسه تجهيز لدخول في المفاوضات تركيا وشعب الشعوب في تركيا كانت كلها مرتاحة لأنه هناك لا يقتل لا جندي ولا شرطي ولا فدائي الموضوع هو الحقوق يعني الحقوق الثقافة حقوق التعلم حقوق السياسة والتنظيم أي كله يعني كله هذا فيتنا نقول لكن عندما قلبت الطاولة قلبوا هذه الطاولة المفاوضات وتمسكوا واعتمدوا العنف والحل هذه القضية كقضية أمنية وحلها عسكريا أنا بتقديري هذا أكبر خطأ حصل وهذا لا يمكن إصلاحه ولا يمكن إيقاف هذه المسألة حتى لو عادت وجاءت حكومة واعترفت بهذه الحقوق أنا بتقديري لا يمكن الحكم الحزب العدالي والتنمية لا يمكن خير عدالي وتنمية غادر العدالي والتنمية مثلا في تركيا عندنا من عدى حزب الشعوب الديموقراطي لا يعترف ولا حزب في هذه الحقوق إطلاقا إلا حلها بأنه اقتصاديا كيف بدك تحلها اقتصاديا حل عسكريا وأمنيا بأنه أمنيا لا يمكن لآن التوجه كله لحل أمني هذا مستحيل واتجاوزنا هذه المرحلة والأكراد لم يسكتوا إطلاقا عن مطالب حقوقهم على كل حال هذا أيضا لابد أن لهذا الأمر يعتبر بعض المحللين يكتبون وبعض السحفيين يشبون بأن أمريكا بما أنها تريد أن تدفع المنطقة باتجاه التقسيم وسوريا وروسيا وإيران لذلك هي أمريكا من حق لذلك هي تتمسك بالورقة الكردية طبعا هي تعتبر أن هذا العنصر هو الأهم في تقسيم المنطقة كما تمسكت في العراق نعم يعني تمسكت في العراق وهي اللي دفعت على أساس بأنه هناك كيمياء وما كيمياء بالنتيجة مثلا الأكراد استفادوا طبعا البرزاني والطلباني استفادوا من المناخ بهذا الوقت ومن الاحتلال للعراق وأعلنوا أقلين كردستان لكن أقلين كردستان الآن لم يتبقى وهناك منهجيا وإيديولوجيا وسياسيا اختلاف كامل بين البرزاني وبين الحزب العمال الكردستاني والبيا دي أيضا في هذه القضية الكردية بمسألة الكردية وحتى مثلا نتيجة تفجيرات الحصلة لأنبيب البترول في الأمس برزاني كان بيحذر البيكيكي أن تبقى وتتراجع ولم تقول تقوم بأي شيء لا نعرف هل البيكيكي عملته أم غير لماذا إذن اتهمها يعني يبدو هناك في خلافات كبيرة لأنه يعني على خلفية خلافات أم على خلفية معلومات البرزاني أصبح هو أيضا أقلية حتى في كردستان العراق لأن لا يستطيع أن يغير دستوره لأن يكون يصبح مثلا رئيسا ومفارقة هناك تصوري يعني الحزب العدالي والتنمية على رأسه طيب أردغان وداوته وإلى آخره عندما يعلنوا الأكراد البييدي والبيكيكي وكلهم إرهاب وهم أفضل العلاقة مع البرزاني الآن وبين البرزاني وهذه الأحزاب لك كمان مشاكل كبيرة يعني هذا أيضا علمات استفهام على البرزاني طبعا هذا معروف وهم كل أحد يعرف هذه المسألة أنا بتقطيرها تفضل التفجيرات هذه التفجيرات كما تفضلت يعني لها أبعاد كبيرة لكن كلها تصب نحن ضد أي تفجير إرهابي ضد أي عنف ويجب أن يكون شعار السلام والديمقراطي هو الأساس بكل شيء لكن لا نسمع مرة واحدة فقط لا من طيب ولا من حكومته حول تأييد لهذه الشعار واستعداده لبدء هذه مثلا التفاوض من أجل السلام والديمقراطي وكل من يرفع هذه الشعار في تركيا يقمع الآن ويعتقل ويداهم هذا شيء غريب الاعتقالات والقماعيان ربما تحدثت عنها بعض الصحف ليست بجديرة هي بعد وصوله إلى سدة الرئاسة وبعد تفاوت أو خيبة الأمل من الانتخابات نتائج الانتخابات المبكرة على كل حال سنتابع أيضا الحديث عن موضوع تركيا والخارج ولكن بعد أن نستمع إلى مجاء في الصحفة الروسية أو إلى أبرز مجاء في الصحفة الروسية اليوم إلى إقراء روسيا والتفاصيل كوميرسانت الصراع في سوريا قد يحدد مصير أردوغان الهجمات الإرهابية التي تعرض لها تركيا ليست جديدة فالبلاد سبق وأن تعرضت للعديد من التفجيرات بسبب الصراع التركي الكردي وليست مسارعة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اتهام الجناح العسكري لحزب الاتحاد الدموقراطي الكردي السوري بالمسؤولية عن التفجيرين الأخيرين سوى استمرار لهذا الصراع أنقراء ستحقق في التفجيرين وحتما ستصل إلى إدانة الكرد لكن انخراطت تركيا في الصراع السوري ليس مسألة عبرة بالنسبة للسلطنة القديمة ورئيس التركي يصر على مواصلة سياسته على رغم من التهديدات الداخلية فالصراع في سوريا بث مسألة أساسية للسياسة التركية والتي قد تحدد مستقبل البلاد والرئيس أردغان فالمواجهات المباشرة وغير المباشرة باتت شبه يومية مع القوات الكردية في شمال سوريا ما يهدد ببث حياة جديدة في فكرة القومية الكردية في تركيا ولذلك يسعى الرئيس التركي وبأي ثمن إلى إقامة منطقة عزلة بين سوريا كردستان وشمال كردستان في تركيا ومن الأهداف التي تريد أنقرة تحقيقها من إقامة هذه المنطقة قطع التواصل بين كرد سوريا وكرد تركيا وربما أيضا منع التواصل المستقبلي بين كردستان العراق والكرد في سوريا وتركيا لكن المواجهة التركية مع الكرد وخصوصا في شمال سوريا عذا عن أنها تهدد سلامة الأراضي التركية فهي قد تكون قاتلة بالنسبة لأنقرة نظرا لاستمرار الدعم الروسي للكرد كما يمكن أيضا أن تورط أنقرة مع الحلفاء الغربيين موسكو فيسكي كومسو موليتس ليبيا بعد الربيع فوضى وقاعدة لداعش في مثل هذه الأيام قبل خمس سنوات كانت ليبيا تدخل في الفوضى على شاكلة ما حدث في سوريا وغيرها من الدول العربية حتى الآن فأن ليبيا لا تحكمها إلا الفوضى ولم يبقى شيء مما كان في عهد معمر القذافي لجهة الجماهرية الشعبية الليبيا فالبلاد تنقسم اليوم إلى ثلاثة أجزاء على الأقل دخلت في حرب مع بعضها البعض وليس ذلك سوى استمرار لسياسة خارجية تبنتها كل من المملكة العربية السعودية وقطر لإطاحة القذافي في ليبيا واستعادة النظام الملكي ليبيا باتت اليوم معقلا لداعش كما هي الحال في سوريا التي غازتها الجماعات المتطرفة والإرهابية ثم إن المتشددين وجدوا في ليبيا بيئة حاضنة في بعض المناطق ما ينذر بطول عمر الأزمة وعدم إقامة دولة مستقلة في المدى المنظور بعد هذه التفجيرات أستاذ بركات هل يمكن أن يكون هناك بات مقدمات لتعود وتتحدث تركيا أو بالأحرى لتحقق ما تريده من منطقة عازلة بتقدير من مسألة المنطقة العازلة شبه مستحيل مستحيل لأن هذا ليس جديد طبعا منذ سنوات وهم رافعين هذا الشعار وبتحقيق هذه المنطقة العازلة هو لهم هدفين تحقيق هدفين منها أولا دفع اللاجئين التي وصل عددهم فوق ثلاث ملايين إنسان في تركيا لهذه المنطقة وهذا بضغط أصلا أوروبي بيحصل لإيقاف طبعا اللاجئين التي بيهربوا إلى أوروبا طبعا تركيا بيعلم تركيا طبعا هي التي تفتح طبعا هي التي تفتح يعني هذا هي ورقة مهمة بالحقيقة إذا بتلاحظون بالفترات الأخيرة رغم ما يقارب ثلاث أشهر من القصف المستمر والتطويق والحصار في جنوب شارق تركيا لم يرفع أي صوت من أوروبا لإدانة هذه الممارسات والانتهاكات والمجازر التي حصلت في سكوت سبب السكوت هو بالحقيقة مسألة اللاجئين من جانب آخر طبعا إذا كانت هناك منطقة عازلة سيستطيع طيب أردغان بهذا الحال على الأقل بهذه المنطقة فك الارتباط التي ممكن ومتوقع بين الكنتونات الكردية الموجودة في أراضي السورية ومنع إعلان طبعا كل هدف منع إعلان الحكم الزاتي لأن هذه الحكم الزاتي التي وهل بات واقعا في سوريا الحكم الزاتي شبه بات واقعا لأن السلطات السورية الآن داعمة هذه الأمر وعندما يحصل في سوريا في بلد مثلا 20-23 مليون بلد صغير مقابل هناك فقط أكراد هم يشكلون 23 مليون في تركيا سيؤثر بالطبع وهذه العلاقات هي تاريخيا موجودة ومستمرة لذلك بالطرفين يعمل عمل على الطرف التركي هذا القصف المستمر منذ شهرين حتى الآن ليعمل منطقة عازلة قريبة على الحدود السورية بالجانب التركي وتهجير هذه الأكراد من هذه المنطقة لكن لم يستطع لحتى الآن تهجيرها إلا قتل وضربها وطبعا البلشة الناس تعود مرة ثانية لبيوتها وبالطرف الآخر أيضا ضرب هذه القوى الكردية وإقامة هناك منطقة عازلة هي عبارة عن تجمعات لاجئين وهذه التجمعات اللاجئين ستكون هي تحت سيطرة الأمم المتحدة أمم المتحدة لماذا تستفيد منها لماذا تحت سيطرة الأمم المتحدة فقط لأنه بهيك حال بهيك حال بأنه كل ما يريده تحت مسؤولية لقاء المسؤولية للأمم المتحدة وتفضلوا أن تحلوا هذه القضية يعني بحجر واحي سيضرب عصفورين يعني كان الهدف منه لكن أنا بتقديري هذا غير ممكن إذا كان فعلا هو ضد دعش ولم يتعاون مع القوى الدعشية وما يتبقى من منظمات إرهابية أخرى نسأل السؤال الآن مثلا لماذا يضرب القوى الكردي التي لم تطلق طلقة واحدة حتى الآن ضد تركيا وهناك في جرابلوس تسيطر عليها قوات دعش وأعلامها تلعلع على حدود التركية يتعايش يعني مستعدين يتعايش ومع دعش لكن مع الأكراد برأيك هل يمكن للسعودية وتركيا أن تدخل برا إلى سوريا وأن يشترك معهما الأردن كما ورد في أحد العنوين أيضا بالحقيقة هي أنا بتقديري الأردن أستبعد دخولها لأسباب عديدة لكن بالنسبة للسعودية الآن هذا أول شيء رفع معنويات المعارضة التي بقت في أحضانهم ولا يستطيعوا أن ماذا يعملوا فيها يعني كالمفاوضات في جينيف كان وفي فيينا وإلى آخره تبين بأن هناك هذه المعارضة ليس موحدة وليس لديها مشروع موحد ليستطيعوا أن يفاوضوا فيه مقابل طبعا بالساحة السورية الآن النظام يتقدم يوما بعدا يوم وبوجود القوات الروسية والتحالف الأخرى كان من إيران من حزب الله إلى آخره هذا واضح بأنه لازم أن يعملوا شيئا لأنهم عملوا جبهة عسكري مجلس عسكري مكون من دول الإسلامية السنة لمواجهة الدول المعروفة بطائفات أخرى وهي إيران بالحقيقة هي على الأساس وحزب الله وغيره لكن يعني تشكيل هذه المجلس هل هو فقط حبر على ورق ولكن هو إذن خلصوا انتهى الوقت ولكن اختب له صباحا يعني بهذه النقطة أنا بتعتبر أن هناك مستحيل أن يدخلوا التنين حتى لو كانوا وهم فقط يستفيدوا من بعضهم بعض كدعاي وضغط ضغط على أمريكا وعلى القوة لرفع معناويات القوة المعارضة موجودة عندهم للأسف انتهى الوقت الصحافي التركي الأستاذ بركات قار شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفضتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد ترجمة نانسي قنقر